اشتركوا في القناة والتجارة والصناعة والسيد عباس كامل رئيس المخابرة العامة صارح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سيلفا كير مؤكدا سيادته التقدير الذي يكنه للعلاقات الوثيقة التي تجمعه مع رئيس جنوب السودان والتي تجسدت في زيارة سيادته إلى جوبا في شهر نوفمبر الماضي معربا عن الترحيب بعقد الدورة الأولى لللجنة العليا المشتركة بين البلدين حاليا في القاهرة وهو ما يؤكد الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات السنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يجعلها نموذجا يحتذا به للشراكة التنموية بين دول حوض نيل كما أكد سيد رئيس عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان على كافة الأصعيدة خاصة في المجالات التنموية وللاستفادة من الخبرات الرائدة لمصر في دفع عملية التنمية في قطاعات الانتاج الزراعي والري والصحة والتعليم وغيرها وإطلاق عملية لتكامل الاقتصادي في عدد من المجالات مثل الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والبنية التحتية والبترول معربا سيادته في هذا الإطار عن اعتزاز مصر بعقد معرض المنتجات المصرية الأول في جوبا خلال شهر يوليو الجاري بما يؤسس لحركة تجارية نشطة وفعالة بين البلدين بالإضافة للمضي قدما في إنشاء فرع جامعة الأسكندرية بجنوب السودان كما شدد السيد الرئيس على حرس مصر على مواصلة بذل مسعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق استمرارية لاستقرار والسلام والأمن في جنوب السودان كدعامة أساسية وحتمية لأي جهود للتنمية من جانبه نقل السيد إيجا تحيات رئيس سلفكير إلى سيد الرئيس معربا عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها ومسمنا التطور المتواصل في مسار العلاقة السنائية بين البلدين الشقيقين والذي يمثل ركزة أساسية للتنمية والبلاء والتقدم في جنوب السودان كما أعرب السيد إيجا عن الامتنان لمصر حكومة وشعب عن تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في جنوب السودان خاصة مع الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها جوبا والتي تمثلت في الفيضانات واكتياح الجراد وتفشي جائحة كورونا وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة بما يعكس الأواصر والروابط الأزلية بين البلدين الشقيقين كما استعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسية في بلاده مشيدا في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعما لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفي جنوب السودان والتي تأتي في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وكذلك دور مصر الرائد على المستوى الإقليمي اللقاء شهد التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات ملف سد النهضة حيث أكد سيد رئيس موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية وكذلك الحفاظ على الأمن المائي المصري كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى جانب السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس رحب بالعماد عون في زيارته لمصر في إطار المباحثات مع السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي مؤكدا سيادته لاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية حيث سمن سيادته الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوزن في لبنان وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقاري ضام لتماسك واستقرار الدول من جانبه آرب العماد عون عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس نقلا إلى سيادته تحيات الرئيس اللبناني مشيل عون ومؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة مع الآراب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات امتدادا لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون السنائي القائمة بين البلدين والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات اشتركوا في القناة